ده أول سبب يتحكم في توزيع سكان الدولة المصرية تاني الأسباب عندنا هو التربة الخصبة وطبعا التربة الخصبة زي ما حضراتكم تتذكروا في الترم الأولاني كان مرتبط بعملية جيولوجية اسمها التعرية والتعرية بالنسبة لنا كان فيه نهرية وبحرية أنا هنا بتكلم عن التعرية النهرية التي جلبها نهر نيل من منابعه لذلك تربتنا الطينية الخصبة موجودة فين أولا أولا هيش معنى المناطق اللي فيها تربة ما هو مش أي تربة ما فيه تربة رملية وفيه تربة طينية أنا هنا بتكلم على التربة الطينية الخصبة المتمثلة في نفس التلات مناطق اللي بكررهم وهقعد أكررهم طول الدرس ده الوادي والدلتة ومنخفض الفيوم طبقا لماذا يتركز السكان بأعداد كبيرة في مناطق السهول الفايدية أو التربة الطينية الخصبة بسبب قيام الزراعة وقيام المراكز العمرانية القرى والمدن القرى والمدن السؤال هنا بيقول يلاحظ أن فيه اختلاف في كسافة كسافة هنا معناها التركز معناها الزيادة طبعا لاختلاف جودة التربة ما هو مش كل المناطق أو مش كل التربة في الوادي والدلتة نفس الجودة ونفس الخصوبة ونفس النوع من التربة الطينية الخصبة دي بنسأل عليها أن السكان هيزيده كلما زادت خصوبة التربة والسكان هيقل له لما خصوبة التربة تقل بس هنا عايزين نربط الفكرة دي الأول أولا يتركز السكان في مناطق التربة الطينية الخصبة بسبب قيام الزراعة نقطة مهمة جدا النقطة التانية أن معدلات التركز السكاني بتختلف حسب جودة التربة حسب خصوبة التربة طب معلش نسأل سؤال هي التربة الطينية الخصبة في مصر موجودة فين قلنها 3-4 مرات وعايزين نسمعها مرة 5 أيوة في الوادي والدلتة ومنخفض الفيوم نظر الارتباطهم بنهر النيل لما تيجي تتكلم عن اختلاف الكسافة نظرا لي اختلاف جودة التربة بتتكلم عن الدلتة في النقطة دي فقط لا غير النقطة بنقسمها 3 محاور أساسية وسط وجنوب الدلتة وسط وجنوب الدلتة دي منطقة بيتركز بيها السكان بأعداد كبيرة نظرا لارتفاع خصوبة التربة في تلك المنطقة طبعا بما تفسر تركز السكان بأعداد كبيرة أو ارتفاع الكسافة السكانية في وسط وجنوب الدلتة بسبب وجود التربة الطينية الخصبة أو بسبب ارتفاع جودة خصوبة التربة